موسيقى عاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والهروات لفضع اعتصام قرب البرلمان اللبناني واستمرت الاشتباكات لساعات ليل الأحد لليوم الثاني على التوالي قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من ضبط الأوضاع من جديد وزارة الداخلية اللبنانية دعت المتظاهرين للابتعاد عن مكان المواجهات مؤكدة إصدار الأوامر لعناصر مكافحة الشغب باستعمال القنابل المسيلة للدموع كما تحدثت عن وقوع إصابات في صفوف أفرادها جراء تعرضهم لإلقاء الحجرة في المقابل قال عدد من النشطين في الحراك الشعبي إنهم فوجئوا بتعرضهم للقنابل والاعتداء عليهم بالهروات أثناء اعتصامهم السلمية منددين بهذا التصعيد من قبل القوى الأمنية قبل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الوزراء المدرية العامة للدفاع المدني تحدثت عن معالجة 72 مواطنا ميدانيا أصيبوا جراء الاشتباكات ونقل عشرين أخرين إلى مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج وعلى الصعيد السياسي أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة إلى يوم الخميس المقبل بناء على طلب من رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ومن جهتها أجرت القوى السياسية اتصالات مكثفة في الأيام الماضية لمحاولة تقريب المواقف المتباينة بشأن تكليف رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة وسط توقعات بتكليف الحريري مجددا وهو الأمر الذي يرفضه المتظاهرون الذين يعتبرون الحريري جزءا مما يصفونه بمنظومة الفساد التي تتحكم بالبلاد وتستنزف مواردها ويصر المتظاهرون في حراكهم المتواصل منذ السابع عشر من أكتوبر تشرين الأول الماضي على تشكيل حكومة تكنقراط تكون بعيدة عن الطبقة السياسية التي يحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة فهل تنجح القوى السياسية في احتواء الحراك أم أن الشعب اللبناني سيبقى عند كلمته كل يعني كل ترجمة نانسي قنقر